ايه هو سر تسمية استاد 974 في قطر بالاسم ده من اغرب استادات ممكن تشوفها في حياتك استاد 974 في قطر والسبب في الاسم ده انه هو مصنوع من 974 حاوية او 974 كونتينر اللي هو بتوع العربية النقلة او بتوع الصفن اللي بتحطوا في ايهم دول متاخدين معمولين من الياف متقطعين حتات صغيرة معمول بيها كل حاجة جواب الاستاد من مدرجات للهيكل الخارجي للملعب الاواد اللبس لكل حاجة حرفيا في الاستاد مصنوعة من الحديد او من الالياف بتاعت الكنتينر ده عشان يكون هو اول استاد من نوعه يكون مصنوع من الالياف فعلا وكمان مش اي الياف مصنوع من كنتينرات وموجودة فعلا في الاستاد من برة وشكله من برة كله موجود كل كنتينر بالرقم بتاعه بالمكان بتاعه وجاي من انهي بلد ومن على اي رحلة كمان ده كمان مش بس اسم الاستاد الغريب ولا كمان مادة الصنع بتاعته او المحتويات بتاعت الصنع ده كمان بعد ما تنتهي بتول الكاس العالم في قطر الفين اتنين وعشرين الحوايات دي او الكونتينيرات دي هتتاخد وكل عدم معين هيبرع بيه اهل قطر او دولة قطر لمنظمات خيرية كبيرة جدا في العالم كله. يعني مسلا المدرج بتاع الدرجة التالتة او الدرجة التانية. المدرج ده بيكون مخصص مسلا ان هو هيتبرع بيه لاهل سوريا او لاهل اليمن او للسومال او الفوق ارف كزا. ان هم محددين ان المنطقة دي في الاستاد او المقصورة او الدرجة التانية او التالتة زي ما قلنا الكراسي بتاعتها بالتكيفات بالاز بالكونتينيرات بكل حاجة موجودة فيها دي بتاعت دولة كزا او الجامعية الخيرية كزا. فده حاجة تشرف جدا 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 بجد كل البلاد العربية مش كطر بس ان احنا يكون فيه موجود عندنا كاس عالم موجود في دولة عربية في الشرق الاوسط في دولة خليجية هي دولة كطر. كمان اللي محددش عرفوا ان كل الاستاد ده بيتفك. ممكن يتفك كله حتة حتة لحد الملعب بتاعه وارضية الملعب ويتنقل في مكان تاني. بنفس شكله بنفس الترتيبة بتاعته لان هما زي ما قلنا الكونتينيرات والالواح بتاعت الفولاس بتاعته متركبة بترتيب معين عشان كده سهل حد يفكها وسهل اي حد يركبها في اي مكان تاني. لكن هما كل الكونتينيرات دي وكل المواد المصنوعة منها الاستاد هتتفك وهيتبراعوا بيها ومنها هتتحط في مزاد وهتتباع وفلوسها هتتاخد هتتروح عند جمعية خيرية معينة زي ما قلنا كل مكان في الملعب متحدد. ده هيتباع لي مين? وده هيتباع لي مين? وفلوس ده هتروح فين? وفلوس ده هتروح فين? هي فكرة جميلة جدا. وكمان فكرتها الاحلى ان هو بعد ما كاس العالم هيخلص. هيتفك كل ده وهيتبراعوا بيه لناس محتاجة جدا جدا جدا. ومحتاجة فلوسه. واكتف الكومنتات سؤال النهاردة. كاس العرب قطر 2021. مين هي الدولة العربية اللي هتفوز بكاس العرب. من وجهة نظري في اتنين منتخبات اقوية جدا. منهم منتخب قطر. التاني منتخب الجزائر. مع ان مصري. لكن بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. البطل من الاتنين دول. المنتخب القطري. المنتخب الجزائر.